مرة أخرى يعود قانون الخدمة الإلزامية إلى الواجهة وسط تساؤلات عن دوافعه وتوقيت عرضه بالتزامن مع مشهد سياسي يتسم بحالة من الانسداد الذي ما زال يعيق تشكيل حكومة جديدة ليرجح مراقبون أن يكون اختيار توقيت طرح القانون مرتبط بأغراض سياسية وليس لحاجة أمنية أو لدعم جهود الاستقرار في العراق التجربة السياسية طيلة 19 عاماً للماضية أظهرت أن أغلب الأحزاب والكتل السياسية غير متحمسة لبناء مؤسسة عسكرية رصينة ووطنية وهي التي عملت على إشاء تشكيلات موالية للأحزاب كما هو الحال مع ميليشيات الحجد التي باتت تمثل قوة موازية تضاهي قوة الجيش وتزيد من هشاشته ظهر ذلك جلياً في تصريحات قياديين في الإطار التنسيقي الممثل لميليشيات المرتبطة بإيران حيث أعلنوا رفضهم قانون التجنيد الإزامي لأنه سيؤثر سلباً على رواتب المنتسبين الحاليين من خلال تخفيضها إلى 700 ألف دينار شهرياً فضلاً عن إمكانية تفتيت بؤر التحشدات الطائفية داخل المؤسسة العسكرية والتي تجلت عبر فضيحة قوائم أسماء المقبولين في الكلية العسكرية التي نشرتها وزارة الدفاع عام 2020 حيث تضمنت حقلاً خاصاً بالمذهب وفي البعد الاقتصادي فإن الأزمة التي يمر بها العراق اليوم ستجعل من تطبيق نظام الخدمة الإنزامي عباء نظافياً حيث أن كلفته التقديرية تتراوح وفق خبراء ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار سنوياً تشمل مراكز تدريب وتجهيزات عسكرية ورواتب وغيرها من الأمور التي سترهق كاهل الموازنة أما في الجانب العسكري فإن فوضى التشكيلات والتقاطع فيما بينها وتنازع مناطق النفوذ يطرح مزيداً من الأسئلة عن جدوى إعادة طرح نظام التجنيد الإنزامي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسة العسكرية خصوصاً وأنها تمتلك أعداداً بشرية كبيرة مقارنة ببعض جيوش الدول الجوار